بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد اختلف الفقهاء في أجوب الوضوء من غسل الميت القول الأول ذهب الحنابل إلى أجوبه والقول الثاني ذهب أكثر الفقهاء إلى أنه لا يجب الوضوء بغسل الميت وهو صحيح إن شاء الله لأنه لم يرد فيه النص وهو مذهب الجمهور الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة لأن العلماء قالوا لم يصح في أجوب الوضوء أو نقده من غسل الميت أو لم يصح في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وهذه هي الكثير من الكثير من الهنفية والمالكية والشافية وهذه هي أكثر من الهنفية هنا في الهنفية يقولون أنه لا يوجد إليه لا يوجد إليه التقليد أن نقوم بتحديد من الهنفية أو لا يوجد إليه التقليد أن الهنفية يتعلق بإليه التقليد من الهنفية وليح الله وليقوه فإلا بالله سبحانك الله وحمدك أشهدو الله إلى الله إلى أنت أستغفرق وعطوم إلى إليك ترجمة نانسي قنقر